مرحبا بكم في اول فيديو في قناة كورتنا في القناة هذي بش نحكيه لكم فيسا فيسا عشنية النجم من قدمه في قناة هذي وشنية النجم تلقا ومستقل ما يخص الكورة التونسية خاصة بش نحكيه الركز شوي على الماضي معنا جوارات قبل كنا فيسا اختفت على انظار كانت ضار بتاكو اختفت على انظار لعبية كنا متوقعين لما العصنا في شباب يطلعوك جوارات كبار في الاخر مرقينا هومش عسلو كل ما يخص حتى جمعيات معنا جمعيات كانت في مستوى كبير وفيس هذه ان شاء الله توقعوه وما تنسيوش كان فما حاجة تحبونا نحكيه عليها ولا اسم جوار ولا جمعية ولا حاجة انتم ما تحبوا تكتشفوها اكيه تنسيوش تكتبوهنا في الكومنتارات وما تنسيش تعملك اللايك وبرتاش كنا عاش بك الفيديو اه سيدي نرجع بكم لفين وسبع في الفين وسبع وقيمة كاس العالم للشبان اقل من سبعتاشن سنة تونس الشركة في مجموعة فيها كل منتج اكستين وبالجيكا وامريكا تونس حقت العلامة الكاملة تسع نقاط وبدون هزيمة بدون تعادل معنا تونس عملت ثلاثة ماتشوات برفيء منتصرت على بلجيكا في الوقت هذيكا باربعة ثنيا الفهم اللاعب ساجل ضد كل من امريكا وفرنسا في الويتين فينا اللاعب هذا اسمه نور حذرية والهدف المركز ضد فرنسا كان شهير جدا وخلى الشرع رياضي في تونس يحكي عليه بالجدي 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 والاسم القاعد يتعاود يقولوا هذا اللاعب بشي يطلع بشي يعمل وخاصة جماهير ندل الفريقي ووقتها خطر هو اللاعب هذا متكون في صفوف نادي الافريقي واللاعب هو نور حذرية اللي بعد بعام بالضبط صحة كنت راب بروفيسيونيل مع نادي الافريقي وخضى معهم ثلاثة مواسم ثلاثة مواسم في سنف الاكابر مع ما لفيهم شي معناها التسعة ما تشوات لساجل فيهم لهدف لشي وفوق من هذا يمكن كانت ضغوطات عليه كبيرة وكذا فاللاعب مشاء لنادي البنزرتي سنة الفين وحداش في سنة الفين وحداش عدى موسم رائع جدا نور حذرية كان موسم بالرسمي معناها يشهدوا بيه تونس يقولوا سيئة نور ح هو اللاعب اخر اسمه احمد الزواوي على ما نذكر في من ليبيا قاموا معناها هزوا فريق واحدهم معناها ونور حذرية تسجل وقته حدشن هدف في البطولة وكان معناها حاسم جدا في عدة اطراح بعد عدة من كل عام اخذيته بنزرت من الافريقي معناها بعد الاعارة ذيكا وقعد كل عام في مستوى متذبذب اكيكا وبرا مش فهمش حاجة كبيرة حتى يجي موسم الفين وخمستاش في موسم الفين وخمستاش نجبه نقول له هنا الدنيا بدأت تعكس بدأت الوجه الخيب للكورة والكاريير متاع نور حذرية بدايبين وقتها يمشي نور حذرية الى رومانيا وبالتحديد جامعية بيترولول في رومانيا وهو يقعد في الجامعية هذي تقريبا تسعة ثمانية واشين يوم بالضبط هذا مش صار فيها جي قانون في جامعة مجامعة رومانية يقول لك ما نقبله حتى جواري لما يكون لعب عشرة اطراح على الاقل مع المنتخب منتاعه في نور حذرية وقتها مش لعب عشرة اطراح مع المنتخب يرجع لتونس ويفصخ ويصير انهاء العقد متاعه ويصحح مع فريق مستقبل المرسة وهنا عدى عام كامل مع المرسة ما سجل فيهم كان هدف برك وقرط المرسة تتخلى عنه ما حابوش يجدوا يجي فريق مولدوفي اسمه سبيرانتنا ولا حاج هاكا حاب يشريه شريه عدى تقريبا اربع خمسة شهور في الشتائقها وقال لك يزي جاب نزرت قال يمكن تشوف فيه تنجمشي ترجع معناه ترجعش فيه شوية من اللي كان فيه قبل على خاطر ديما لو جواري تنجم تقول معناه هو بعيد هكا على كارييره وبعيد على الكورة توم يعني معناه ما هوش في المستوى لكن ما تعرش عليه بوقت اللي ترجعه للمستوى بتاعه رك تربحه اذاك قعدت خمم وقت خمت بنزرتك هيك تقول لك الرجعه فماش من يرجع المستوى معاه ونربحه وبنزرت وقتها مش فيه احسن حالتها فمستحقها معناه انه جواري ترجحها فمشال النادي البنزرتي عاد عام وما فشلت محاولة البنزرتي مش ترجعه للمستوى بتاعه وبعد العام اذاك مشال جندوبة رياضية وهنا نجمه قوله سيبون وبدأ كاريير متاع اه نور حضرية ياخو في منع رجع معناه خائب على الاخر ومش على خاطر اما مشال جندوبة ولا حاجة معناه لكن على خاطر معناه سيبون وخذيه مبدا يمشي لك الدرجة الدرجة الثانية وبدأت لهناه اللي مرت سوق على الاخر معاه وبعد مشاكي في كيف درجة ثانية في ليبيا مع فريق خليص سرت ومن بعدة معاه عامين وتوا يرعب في نادي المنزل بوزلفة راح مؤخرا للرابطة الهوات باه انا محكيت لكمش على عمر نور حضرية لانه نور حضرية ما عندوش جمعتين من اللي يعمل الواحدة وثلاثين سنة سراحة انه واحدة ثلاثين سنة في الاوروب هو عمر توني كروس عمر ردة لعبين معناه دي براين مزلوا معناه ردة واحدة ثلاثين يعني مزلنا مستلعبات تستنى منه واحنا في تونس واحدة ثلاثين يعني فانت كاريير وفوق من هذا اللاعب معناه في موسم اللي كن يستنيوا فيه الشعب تونسي كل يوفى في عام معنى عام بركة في نا 1-12 ونبعد معاش نشوفوا حد شيء شنوما لسباب اللي زعمت ناجم تخلي جوار كيمة نور حضرية ما يقديش كيمة ناس كل كانت تدخيل انا تصور الاظواء اللي تسلطت عليه وهو صغير اذا يحاسب رأي اللقيقة ما نعرفش نوي ناجم يكون هو زعم اللي يخليه يمكن عاجز لكن رأي الاظواء اللي تسلط عليه وهو صغير اثرت عليه وهنا تدخل المنطلطين بتاع اللاعب رأو كسواء في تونس ولا البرا رأي منطلط اللاعب مهمة معناه ديما اللاعب رأو هو اللي يحكم في روحه ريت انتي قدمت تعملك الشهرة وكذيرا وما يهمكش فيهم ديما تبقى انتي عندك هدف لزمك تحق وتحط أبجي قدامك ما تحط ديما لزمني الشهرة حتى كان حلقة اول حاجة حتى في موخك الشهرة ولعبيت تعرفك سيبوه حلقة عمنا والعام طبقا راحكم بعد شني بش تعمل اذاك اللي صار نتسوي النون حضرية والله واعلم ما يكونش يسارته حاجات اخرى خلته يبعد معناها وخلته الكارير متاع وتاخر منعرف هنا نكون وصلنا الاخر الفيديو ان شاء الله يكون اعجبكم الفيديو ما تسويوش تعملونا كلايك عاد كما قد لكم وتكتبوونا شني تحبوا تفرجوا في الحلقة الجاية وان شاء الله في الفيديو القادم الى اللقاء